أعلنت وزارة الداخلية مدى فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد حتى نهية شهر أكتوبر لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة إضافة إلى توفير كافة أنواع السلع في إطار المبادرة بنسبة تخفيض كبيرة كما قامت وزارة الداخلية بتوزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب بالمناطق الأشد احتياجا في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية استمرارا لدور مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين قررت وزارة الداخلية مدى فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من المبادرة حتى نهاية شهر أكتوبر لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى ثلاثين بالمئة بمناسبة العام الدراسي الجديد بالصراحة المبادرة جميلة جداً والعينة أسعار رخيصة جداً والخامات وجودة عالية قوي 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 النهار دا كنت جاي مع أمامتي وكنت جاي حاجات بتاع المدرسة وبصراحة يعني أنا لميت كل الحاجات نشكر السيد الرئيس على مبادرة كلنا واحد يعني دي موجودة معنا في كل المناسبات في الأعيات في حلول المدارس ستة معارض رئيسية وسبعة عشر معارضاً فرعياً وثمانمائة وأربعة عشر منفذاً تتوفر فيها كافة أنواع المستلزمات المدرسية في إطار المبادرة وتشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على الشراء وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت بالأسماء والعنوين لقينا هنا حاجات حلوة أول من تشكيل شروط المقالم وحتى الزنزميات واللانش بوكس موجودة بنشكر السيد الرئيس على المبادرة دي وبنقول طحية مصر كما تستمر المبادرة في توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% حتى نهاية شهر أكتوبر وتواصل منظومة أمان طرح السلع بكافة أنواعها من خلال 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام واستكمالاً للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد فقد قامت الوزارة ومن خلال منظومة أمان بتجهيز وإهداء حقائب ومستلزمات مدرسية للأطفال بالمناطق الحضارية الجديدة والمناطق الأشد احتياجاً على مستوى الجمهورية بالتنصق مع مدريات الأمن وهو مقابله قاتل تلك المناطق بترحاب كبير وتقديراً لدور وزارة الداخلية الإنسانية والمجتمعية مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاة شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فر حبك علينا بلدي صار ونبقى جنبك للنهار مبسوطة بالشنط المدرسية عشان فيها كل الحاجات اللي أنا محتاجها للمدرسة شرطة المدرسة كلها فيها حاجات حلوة وكل حاجات اللي إحنا عايزينه أشكر الرئيس إنه بيجر لنا إحنا عايزينه وإحنا النهاردة مبسوطة أو إنهم دولنا شنة المدرسة وزباجونا مبادرت كلنا واحد مبادرة جميلة جداً شكراً للرئيس شكراً لك ودايماً فاكرنا وطاحة مصر ولكي تصل تلك المستلزمات المدرسية إلى مستحقيها تم إفاد مأموريات إلى أماكن إقامة الأهالي في المناطق الأشد احتياجاً وتسليمها لهم أنا اللي دايماً ببقى واقف لي كسد مبسوطش فرصة لأي حد يمس حبة من طرابة وشمل إهداء الحقائب المدرسية دور رعاية الأيتام وقاطنيها في تقليد سنوي تحرص عليه الوزارة في إطار الرعاية التي تقدمها الوزارة لهم فتحت الشنطة ولقيت كاركس كتير وأدوات كتير كل حاجة نحتاجها في المدرسة نرد المبادرة كلنا واحد جات وجابت لنا شرعة ولعب وفتحتها لقيتها أدوات وزنزنية وبشكره وبشكر للرئيس عبد الفتاح السيس وتظل مبادرة كلنا واحد تقدم الدعم لكافة فئات المجتمع لتخفيف الأعباء عنهم في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية وتوفير حياة كريمة لهم ديناً لنا شرطة وشعر كلنا واحد مبادرة إنسانية وجتماعية تسعى من خلالها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في كل مكان على أرض الوطن سواء بتوفير السلع بكافة أنواعها بتخفضات أو من خلال توزيع المساعدات العينية والإنسانية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم عبدالله بركات التلفزيون المصري اشتركوا في القناة